فيما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية عند أطراف بلدة حنين جنوب لبنان بمسيرة وأقلت مراسلة الحدث أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وإن الجيش الإسرائيلي انسحب من بلدة الشمع في جنوب لبنان بعد مواجهة عنيفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة